بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار النهاردة هنتكلم عن بنك جديد وبنك الامارات دبي الوطني وهو مقدم خدمة او فرصة كويسة للناس اللي عايزة يعني ممكن بتحب الجواز او السحب او الحاجات اللي زي كده اللي في البنوك امتا قبل ما نتكلم عن الموضوع حابة تكلم على حاجة بس نقطة معينة عن الفيديو اللي فات احنا كنا حطين صورة على الفيديو مكتوب عليها 18% اه اولا لو تلاحظوا طول الفيديو لا ما تكلمتش عن الموضوع فهتسألوني طب ليه كتبين على الصورة 18% شهادة 18 آآ قبل ما نعمل الفيديو بالزبط كان فيه اخبار وفيه مصادر كان بتتكلم على ان فيه شهادة في المستقبل فيما بعد البنوك هتنزلها او البنك الاهل هنزلها ال 18% بس الحقيقة حس يعني بعد ما خلاص هننزل الفيديو حسيت ان الموضوع مش حقيقي او ممكن يكون المصدر ده فيك وانا مردتش هتكلم عنه طول الفيديو فهو ظل حصل بالزبط آآ اما عن الخبر بتاع النهاردة اسم بنك الامارات دبي الوطني بنك الامارات دبي الوطني حاطت كان فيه اعلان نازل بيقولك افتح حساب ودخل سحب شهري على خمسمائة الف جنيه وجائزة كبرى اتنين مليون جنيه مصري ايه حكاية الموضوع ده وازاي يعني لو فتحنا حساب ناخد خمسمائة الف جنيه مرة واحدة لا الموضوع برضو كل حاجة ايه فيها انا وانا حابة عارفكم كل حاجة عشان تبقوا عارفين ودريانين كل حاجة آآ انا دلوقتي على الموقع بتاع بنك الامارات دبي الوطني ودخلت على الشروط والاحكام ازاي تخش على الصحب اولا بيقولك جميع العمل الحاليين والجدد مؤهلين الانضمام للحملة في حال استفاقهم من شروط الحملة ايه هي بقى الشروط هنعرفها فيما بعد آآ برضو بيقولك تتضمن الحملة سحب على جوايز شهرية بالاضافة الى السحب على الجائزة الكبرى كما يلي الجائزة الشهرية اللي هي الخمسمائة الف جنيه كل شهر فيه واحد مؤهل انه يكسب خمسمائة الف جنيه اما الجائزة الكبرى اللي هي الاتنين مليون جنيه مصري على تلات شهور آآ الشروط اهيه اول شرط فيما يخص الصحب على الجوايز الشهرية بالنسبة للجوايز الشهرية بحلول نهاية كل شهر وبدءا من 15 سبتمبر 2020 سنكون بتسليم جوايز نقدية شهرية لمدة ثلاثة اشهر حيث يكون عميل واحد شهريا مؤهلا للفوز بخمسمائة الف جنيه مصري نقدا عند اداعه مبلغ قدره خمسين الف جنيه مصري في حسابه مع ملاحظة اننا لن نقيم السحب الشهري خلال الشهر الاخير من حملتنا اي خلال شهر يناير عشرين واحد وعشرين يعني السحب هيبقى قايم على تلات شهور بس بداية من خمستاشر تسعة لغاية خمستاشر يناير تمام آآ كل شهر هيكسب عميل من البنك خمسمائة الف جنيه بس على شرط تكون اهم حاجة آآ الاداع بتاعك او حسابك يكون في مبلغ قدره خمسين الف جنيه يعني لازم ان يكون حسابك في خمسين الف جنيه عشان تقدر تخش السحب لكن تقدر عادي ان انت تعمل يعني حساب في البنك مش لازم ان تكون عندك خمسين الف جنيه عشان يبقى عندك حساب في البنك يعني بس عشان تخش السحب ده لازم ان يكون على الاقل حسابك في خمسين الف جنيه تمام واا هيكسبوا واحد بس كل شهر والشهر عندهم بتحسب من يوم 15 اما السحب على الجايزة الكبرى اللي هي لتنين مليون جنيه يجب الاحتفاظ بالحد الادنى لمتوسط الرصيد والبالة خمسين الف جنيه مصر في الحساب الجاري او الحساب الجاري زي العائد التصعودي او حساب التوفير بنهاية فترة الحملة لازم ان خلال التلات شهور دور اللي هو بداية من 15 تسعة لغاية 15 يناير اخر الحملة لان دي الجايزة الكبرى هتبقى في اخر شهر في يناير 2021 لازم تكون الخمسين الف جنيه بتاعتك دي ما قلتش عشان برضو تقدر تكون مؤهل انك تخش السحب بيقولوا كمان يجب ان يشير متوسط ارصيدة الحسابات للدخول للجايزة الكبرى الى متوسط الارصيدة في اربع شهور كاملة مع ملاحظة انه سيتم تجميع عدد مرات الدخول والاشتراك في السحب من ثلاثة اشهر سابقة متتالية يعني عمتا اهم حاجة زي ما احنا قلنا ان يكون متوسط الارصيدة بتاعتك للجايزة الكبرى اللي هي اتنين مليون جنيه اه لازم ان يكون خلال الاربع شهور كاملة ان يعني حسابك في يعني انت مش مجرد حاطة فلوس وخلاص لانت اكتف بتتخل فلوس وتطلع فلوس واهم حاجة ان حساباتك ما قللتش على الخمسين الف وحتى لو انخفض رصيدة حساب العميل للصفر بنهاية اي شهر خلال فترة الحملة فسيأخذ في الاعتبار المرات التراكمية السابقة عند حساب فرصة الحصول على الجايزة الكبرى وذلك بمجرد قيام العميل بقعادة تمويل حسابه بالحد الادنى المطلوب وبيقولك لو انت نفترض ان انت سحبت الخمسين الف جنيه وما تقلقش عادي طالما يعني خلال الشهر رجعت الخمسين الف جنيه تاني في الحساب بتاعه فمش هيحصل اي مشكلة عرض الصحب ثاني من خمستاشر سبتمبر عشرين عشرين وعشرين وينتهي في خمستاشر يناير عشرين وعشرين زي ما احنا اتفقنا الموضوع السحب ده بيبدأ من خمستاشر تسعة لغاية خمستاشر يناير الفين وعشرين وعرض السحب المذكور اعلى يقضى على اشراف وزارة التضامن الاجتماعي برقم ترخيص مية سبعة وعشرين سنة الفين وعشرين يعني الموضوع مش فيك او موضوع البنكي منزله منصبايا لا الموضوع مترائب وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي عشان الناس ايه ما تحسش ان الموضوع ايه فيه لعب او فيه تزوير او فيه اه زي بقول لك خيار وفقوس والكلام ده لا انت الموضوع كله هيبقى تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي وانت وحزك يعني تطبق الشروط والاحكام على سبيل المثال للحصر الخاصة بالحسابات والعمليات على الحسابات يعني زي ما ده قانون كده بيقول لك الشروط والاحكام اللي احنا قلناها اللي فاتت دي هتتطبق على كل حاجة ان شاء الله مكونات حملة الكاشباك وفيه عرض جديد برضو منزله البنك الامارات دبي الوطني اسمه حملة الكاشباك يعني كاشباك يعني فلوسك ترجع لك بنسبة معينة بيقول كل العملاء الجدد للخدمات المصرفية المميزة ممكن يحصلوا على فرص متساول الفوز مع بنك الامارات دبي الوطني بشرط الالتزام بمعيير العرض اللي هو عرض حملة كاشباك علما بان عرض الكاشباك ساري لفترة محدودة او حتى استنفاذ المبلغ المحدد للحملة يعني العرض ده موجود برضو لفترة معينة ايه هو بقى عرض الكاشباك ده فيما يخص عرض الخمسة في المية كاشباك الفوري اي عامل جديد للخدمات المصرفية المميزة سيكون باصدار وديع او فتح حساب جديد تمام؟ جاري او جاري زعائي التصعودي او توفير اي حساب جديد بانواعه بقى في حساب جاري وفي حساب زعائي التصعودي او حساب توفير لو حطيت مبلغ قدره خمسمائة الف جنيه مصري عملت عليه شهادة او عملت وديعة او عملت عليه فتح حساب اي حاجة هتحصل على كاشباك خمسة في المية من كمية الوديعة او الحساب الجاري او الحساب زو العائد التصعودي او اي حساب بحد اقصى خمسين الف جنيه مصري يعني حوالي حيرجع لك خمسين الف جنيه مصري هترجع لك تقدر تصرفهم تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالحسابات والعملات على الحسابات طب اي بنك بيكتب لك الجملة دي معناها ان الموضوع في شروط واحكام تبع الدولة هم ماشيين عليها مش ماشيين على اي حاجة وخلاص هو ده عرض حملة الكاشباك ان فلوسك حوالي خمسة في المية من الفلوس اللي هتحطها بس بشرط ان انت تحط خمسمائة الف جنيه تفتح حساب بخمسمائة الف جنيه او وضيع او شهادة هيرجعولك حاجة اسمها كاشباك خمسين الف جنيه تبقى معاك في ايدك كده تصرفهم بقاك انك هدية من البنك يليك يعني حسين كده مسمينه حملة الكاشباك ان فلوسك بترجع لك وفي نفس الوقت مش يقدروا يلمسوا الاصل اللي هم الخمسمائة الف جنيه الاصلية يزاي كنهم بيديو لك هداية خمسين الف جنيه كده خمسة في المية من الخمسمائة يعني حوالي خمسين الف جنيه آآ ده عرض جديد من الزير البنك امارات دبي الوطني حبينا نقولها لكم الناس المهتمية بالسحب والجوائز او بالعروض اللي موجودة في البنوك وما تنسوش لو انتم مهتمين تعرفوا اي اخبار عن البنوك ممكن يكون في ناس الخبر ما يكونش مناسب لهم بس احنا بنعمل لكل الناس اللي معاه واللي معهوش واللي عايز يعرف واللي عايز يستفسر او عايز يبع عنده معرفة هم نعمل لكل الاطياف وانواع الناس مش نوع معين من الناس كمان شكرا على استماعكم ومشاهدتكم للفيديو آآ اتمنى آآ ما تزعلوش مننا على موضوع التمنتاشر في المية احنا ما كانش قصدير ان احنا نضللكم ولا حاجة لأ كان في مواقع كتبة تمنتاشر في المية على الشهادة في البنك الاهلي في المستقبل بس تلعي الموضوع برضو فيك فعشان كده انا ما تكلمتش في الفيديو عن الموضوع ده اصلا آآ وما تنسوش تكتبوا مهتم علشان طبعا ننزل لكم اكتر واكتر عن فيديوهات البنوك شكرا واستنى كوفر نزيل حضر موسيقى موسيقى